دور يا كلام على كيفك دور خلي بلدنا تعم في النور ارمي الكلمة في بطن الظلمة تحبل سلمة وتولد نور تكشف عبنا ويلهلبنا لسعف لسعا هب ثور دور يا كلام على كيفك دور إذاعة منزل مزيان الصوت الحر شايف البحر شو كبير كبر البحر بحبك شايف السماء شو بعيد بعيد السماء بحبك كبر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي شو كبر البحر بحبك يا حبيبي على المشاوير يا هم العمر يا دمع الزهر يا مواسم العصفير نطرتك أنا أنا نداحتك أنا رسمتك على المشاوير يا هم العمر ويا دمع الزهر يا مواسم العصفير ما أوسع الغابي وسع الغابي قلبي يا مصور عبابي ومصور بقلبي شايف بحر شو كبير كبه البحر بحمر شايف السماء شو بعيدي بعد السماء بحبك كبير البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي شايف بحبك جه بالجوز شوفك بالصحو جاي من السحو وضايع بورق اللووز نطرتك سني سني ويطور السني وسه الشجر الجوز شوفك بالسحور جاي من السحور وضايا بورق اللوز ما أصغر الدمعة أنا دمعة بدربك بطي ندر شمعة وتخليني حبك شايف البحر شو كي كبر البحر بحبك شايف السماء شو بعيدي بعد السماء بحبك كبر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك حبيبي صباح الخير صباحك وردو فل ونوز يا عمر صباح النور يلا صح غنك فيروز ايامكم فلوا يزمين وعلى إذاعتنا إن شاء الله تكونوا رادي راديو منزل بوزيان الصوت الحر حغنك فيروز الشمس طلعت يا زين ونتا مغموض العين منتص حتش رفع البنيا وشمس وحد شمسين حبيبي 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 صباح نقاش وحوار تحقيق ومتابعات حصرية لكل الأحداث فقط على موجات إذاعة منزل بوزيان أفهم موسيقى 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 نشوف في شعبي اللي كان على حق ويثور نشوف في الناس تتجاتل تنهب وتغور موسيقى نشوف في الناس تتجاتل تنهب ومتابعات حصرية لكل الأن موسيقى 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 يا شعب التسوط لن يقولوا مهما لن يقولوا يا شعب التسوط حاسس روحي مخنوق دمي غلاف فالعروقة إزي ما عاشتنا اللوتة زي ما قلش فم الفوقة ويا ما بات الفوت راك ما زي تتعلم الدنيا هادي دوس وديروت باركة تسلمع منيش باش نسلمع إيماني بروحي طوية ندافع على حق وحق بلادي مدامني حي أنا الموفيد الحرب الحربي سندي لا تونس نتيح والخوم ونبني وعمل إشي أنا تونسي إنتي تونسي كل أتوان سمو التحدين جابيلا لونيكي يقفر لي الدخوات سمدين واقفين كم دي صندة ضد الخوانة والقعدة سايتون إسرائي حرة وعادة ظلم لازمو يتعدة دومان بوم مارتر سي پا فاسيل دبارتر يفو عجر وفنسي في نفس قنا كمانسي LIBERTÉ SOLIDARITY DEMOCRACIE سايتون إنتي تونسي LIBERTÉ SOLIDARITY DEMOCRACIE LIBERTÉ SOLIDARITY DEMOCRACIE مسموع ورايك مش مقبول خاطر متعود ناش نتناقش ونتحاول وما عندناش فضاق للتعبير والنقاش الجاد فما فكرة جديدة راديو صوت منزل بوزيان تولد بفكرة بسيطة من شباب جمعياتي جاد ومسؤول أهدافه تحذير الراي وتوضيح الصورة لكم فهمي أكثر إذا عاد صوت منزل بوزيان صوتك وصوتي رايك وكلمتك معانا تعبر تتكلم وتناقش ننطلق معكم وكلنا أمل أن نكونوا جزء من الحل أن ننجحوا في تكوين صورة جديدة لواقعنا الواقع شبابنا فلاحينا إنسانا وابنتنا نربطوكم بالواقع ونحطوكم في الإطار والمشهد العام ما لا هو عن الحل راديو منزل بوزيان هو راديو جمعيات يهتف إلى تحرير قشر المعلومة راديو منزل بوزيان صوت حر صوت المهمش الزويل والبطال راديو منزل بوزيان صوت الناس الكل راديو منزل بوزيان صوت اللي عبر عليك منواعات ثقافية اجتماعية وموسيقى وأخبار وكل اللي همك كل اللي همك في قلوبنا رحمة موسيقى برنامج اجتماعي يهدف لرز كل المشيغل واهتمامات قطفيننا ذوي الاحتياجات الخاصة موسيقى في قلوبنا رحمة يجيكم شهادات حية من مختلف جمعياتنا ومربينا مع امال كل نهار ثبت على موجات اذاعة منزل بوزيان اف ام موسيقى تحييط حب ووفاة كل مستمعي اذاعة منزل بوزيان اف ام موسيقى وين ما يوصلكم صوتنا احنا معاكم حلقة جديدة من برنامجنا في قلوبنا رحمة اليوم باش نتناولوا في حلقتنا طرق التربية واصول التعامل مع الاطفال في المواقف والمناسبات الاجتماعية من وراء الكواليس مساحة تنشيطية على امواج اذاعة منزل بوزيان استضافات لمنشيطي الاذعة رصد لطرق استقصاء المعلومة وسياغتها وحوصلة كاملة لمواعيد البرامج طيلة الاسبوع من وراء الكواليس مع السناء جندوزي كل نهار اثنين على امواج راديو منزل بوزيان كما حكينا في التقديم اليوم باش نحكو على اصول التعامل مع الاطفال في المواقف والمناسبات الاجتماعية وسليب التربية والتواصل معهم في هالغرض جينا برشا كتب حكيت على الموضوع هذا من بينها فاعلية برنامج تدريب لتحسين مستوى النطق لدى عينة من الاطفال ذوي صعوبة التعلم للدكتور سعيد كميل عبد الحميد هذا موجه لكم سيدة مستمعين باش تقرأوا وتحاولوا وتفهموا بعض وضعيات الاطفال هيدهم باش تسهلكم التعاملوا معهم اطفال ذوي الاحتياجات الخاصة هي جزء من المجتمع اللي نعيشون فيه لأن اغلب مجتمعنا لا يتقن فن التعامل معهم فمن من ينظر اليهم نظرة شفقة ومن من يخاف ان يتعامل معهم وينسى انه في حقيقة الامر الانسان يوجد بالاصل طفل يقوم التفاعل الاجتماعي بتزويد الطفل بخبرات تعليمية تساعده على تعلم المهارات الاجتماعية وتعلم المهارات اللغوية والحركية وترق التعبير عن المشاعر والعواطف وتعرفه بالقيم الاخلاقية ويلعب هذا التفاعل دور كبير في عملية النمو الاجتماعي لدى كل من الاطفال العاديين والاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فمن من لا يحتاج الى تواصل وتفاعل اجتماعي مهما اختلف مستواه التعليمي او الاجتماعي او حتى قدراته العقلية والجسدية النفسية وكأي فرد من افراد المجتمع يحتاج الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة التفاعل الاجتماعي الذي يكسبهم ثقة وامان وهذا لا يعني ان هذه الفئة من الاطفال تحتاج لحنان خاص لانها تشعر بكل شيء من حولها رغم ان الله قدر بان تتوقف وظيفة احد اعضاه لحكم يعلمها وحد سبحانه وتعالى قد يحظى بعض الناس بحسيسهم بالشفقة على هذه الفئة فلا يفرقون بين شفقة وعطف فالطفل المعاق لا يحتاج لشفقة بقدر ما يحتاج لعطف وحنان والقاعدة الاهم والاعم في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة هي التعامل الفردي اي ان تعامله باستقلالية وتشعره باهتمام وانتباه خاص حيث ان احساس الطفل دوي الاحتياجات الخاصة بنفسه يأتي من خلال معاملتك له فان احسسته انه شخص طيب واحسسته بمحبتك فانه سيكون فكرة عن نفسه بانه كذلك وانه دوشاء في هذه الحياة اما اذا احسسته بانه ليس محببا وانه شيء غريب فانه سينشأ على ذلك ويكون فكرة سلبية عن نفسه موسيقى وللتواصل اجتماعي فنون لا تقتصر على طبقة معينة من الناس فهناك ايضا يتكيد للتعامل مع اطفال دوي الاحتياجات الخاصة فقد يزدف ان تلتقي بهذه الفئة في مكان عام او في الطرقات او حتى تكون مستضيفا لهم في بيت فما هي اصول التعامل مع الاطفال في المواقف والمناسبات الاجتماعية موسيقى اول ما يتوجب عمله عند التقائك او استقبيلك لطفل من دوي الاحتياجات الخاصة هذا العنصر مش نحكو فيه على برشة حاجات اولها حاول ان تبدر تعارف وخاصة اذا كان الطفل يستجيب لللمس الجسمي بحيث تعانقه بدفء او كمد يدك لطمئنته وكسبه شعور بالامان ثانيا اسأل الطفل عن اسمه بنبرة هادئة محافظا على ابتسامتك فان كان لا يعرف اسمه انتظر الرد على المرافق له وبعد ان تعرف اسمه حي باسمه بصوت هادئ مثال اهلا يا احمد كيف حالك ثالثا من اساليب المعاملة اذا كان لديك اطفال اطلب منهم ان يبادروا كما فعلت وذلك لكسب الخوف والغربة في نفس المعاق وأعماقه كما وعليك تشجيع الاطفال الموجودين عن اللعب معه كي لا يضجر الطفل ويضوج رابعا ان الصوت والكلمات المستخدمة جزء لا يتجزأ من عملية التواصل فنبرة الصوت الهيدئة وسرعة الكلام البطيئة من شأنها ان تزرع الامن والثقة وتزيد من تفاعل الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة كما لا تنسى ان التواصل الجسدي مع هذه الفئة في انحناء الجسم للامام والذي يرافقه التواصل البصري يعبر عن الاهتمام ويوحي للطفل بان ما يقوله مهم مما يدعم ويعزز مشاركة الطفل في عملية التواصل اخيرا قد يسيء هؤلاء الاطفال تفسير المعاقف الاجتماعية وقد يستجيبون لها بطريقة غير ملئمة حيث يكون النمو الاجتماعي لتلك الفئة ضعيف ويظهر ذلك في المواقف الاجتماعي فعلى من يتعامل معهم ان يحاول تفهم ذلك وتداركه بشدة لجعلهم يشاركونا خاصة ان كانوا يحاولون التنحي والانسجام فهم بحاجة ماسة للتجيع على الدمج واخيرا وليس اخر من المهم مكافأة او تعزيز هؤلاء الاطفال لتجيع التواصل وطل الاتصال اللي دايه ان شاء الله مستمعين ما تكونوش فديتوا ومليتوا خلوكم توا معها النغام وبعد نرجع لكم موسيقى موسيقى عمري طول والداريق وبيدو بالحلال موسيقى 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 من زمان لا 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 تروح لا روح تروح يا ويلي ويه ويلي 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 اه يا ويلي ويلي حبك بيسهر عيوني ورشودك بينوّر لله غيابك بيسبب جنوني وقربك بيلوّن حياتك حبك بيسهر عيوني ورشودك بينوّر لله غيابك بيسبب جنوني وقربك بيلوّن حياتك موسيقى شوقي شوق ليل نهار ليل نهار ليل نهار ما برتاح قلبي ضوء أقوى نار لو هواك عني راح لا 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 تروح لا لا روح تروح يا ويلي ويه ويلي ويه ويلي ويه حبك بيسهر عيوني ورشودك بينوّر لله غيابك بيسبب جنوني وقربك بيلوّن حياتك موسيقى شوقي شوق ليل نهار ليل نهار ما برتاح قلبي ضوء أقوى نار لو هواك عني راح لا 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 تروح لا لا روح تروح يا ويلي ويه ويلي ويه ويه اه يا ويه ويه حبك بيسهر عيوني ورشودك بينوّر لله غيابك بيسبب جنوني وقربك بيلوّن حياتك حبك بيسهر عيوني ورشودك بينوّر لله غيابك بيسبب جنوني وقربك بيلوّن حياتك موسيقى 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 رجعناكم عزين المستمعين من جديد حكينا في مرحلة أولى عن ما يستوجب عمله عند التقائك أو استقبالك لتفل من ذوي الحديجات الخاصة تو في مرحلة ثانية بش نحكو عند محاولة الحديث والمشاركة مع هذه الفئات في المواقف الاجتماعية المختلفة وعند محاولة الطفل التعبير عن ذاته يجب الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية استمع له إذا أتاك طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة محدثا فعليك الاستماع إليه وعدم استعجاله بالكلام فقد يتأفف البعض ويحاول الاستعجال بحجة عدم فهمهم لما يتكلم الطفل فمن اللائق في هذا الحال إعطاء الطفل فرصة للتعبير عما يجول في قراراته والتنفيس عما في داخليه حتى لو كان بالأصوات فعندما يتواصل الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة مع أي كان فهو يحاول جاهدا أن يقول لك ما يشعر به بل ولا ربما يريد أن يعبر لك عن مدى سعادتي لذلك علينا محاولة فهم ما يقول ومساعدته في التعبير عن نفسه حتى لو استدعى الأمر الاستعانة بما يساعدنا على فهم أقويله في ذلك الموقع باهتمامك فيما يقول أعطي الطفل اهتمامك وأصغي إليه حتى لو لم تفهم كل ما يخبرك به وإياك أن تشعره باللا مبالاة فيما يقول أو أنك غير مكترث به فإن حسن استماعك للطفل وعدم مقاطعتك لتعبيراته تشجعه على تطوير مهارات التعبير عن الذات والإنتاج اللفظي وتعديل السلوك إن أخطأ الطفل إياك وأن تعاقبه بقصوة جيرحة ولا أن تفرط في دلاله بتجاوزك لأخطائه فالقصوة الجيرحة ستتبعها نظرات شفقة تشعره بالحزن والانتقاص وخاصة أن حصل هذا أمام الناس كما يجب عدم تجاوز الأخطاء إن صدرت في مواقف معينة بل كأي طفل سوي علينا تعديل سلوكه بالعقاب إن أخطأ وتعزيزه بالثواب إن أصاب لا يكون العقاب أمام جميع الناس أي جمع من الناس إلا إذا كان عقاب لفظي لا يجرح فالهدف من العقاب تنبيهه لعدم قبول السلوك الخاطئ بذلك ينتبه الطفل لأخطائه فيتجنبها ويشعر بالمراقبة المستمرة والتي من شأنها تعويض الطفل على السيطرة على أخطائه وتجنبه ومن جهة أخرى إن أخطأ الطفل فلا يجب أن نحل مشاكله بعزله عن العالم بل علينا أن ندفعه للتواصل الاجتماعي ودمجه مع الآخرين فإن من أهم الجوانب التي يجب أن نركز عليها ونأخذها بمحمل الجد هي الجوانب الاجتماعية والتواصلية للطفل المعاقب ومن هنا يجب أن نتذكر دوما أن طفلنا يحتاج لعطفنا واهتمامنا والعطف والاهتمام لا يعني أبدا الإفراط في دليله وتجاوز أخطائه بل اهتمامنا بينعكس في تنشئته وتقويمه للاندماج في المجتمع وهذا أبسط حقوقي فعلينا جاهدين أن نجنب أبنائنا المعاقين الانسحاب اجتماعيا لأن حاجاتهم النفسية بنفس المستوى من الأهمية لحاجات الأفراد الآخرين ويجب أن نراعي أنه من أقل حقوق الطفل دوي الاحتياجات الخاصة هو سماح له بالتفاعلات الروتينية لإعطائه الفرصة بالشعور بالأمن والثيقة وهذا كله يعتمد على من يتعامل مع الأطفال فئة هذه الخاصة منهم كمثل الطبقات الأخرى والناس عامة لهم كما لغيرهم فن في التعامل فالذوق الرفيع لا ينحصر مع فئة معينة من الناس بل هو طبيعة في الشخصية تنبع منه وتعكس نجاحه في الحياة ومن مع من حوله آملين في التعاون والاندماج مع هذه الفئات واعطائهم أبسط حقوقهم في الحياة والتفاعل مع الناس كما رينا أنه معاملتنا لأطفالنا دوي الاحتياجات الخاصة يزمها تكون معاملة خاصة تراعي نفسية الأطفال اهتماماتهم مشاغلهم لأنه أي حركة تكون ماشي مقصودة والرد فعل ينجم يجرحهم ويمس مشاعرهم حققتنا إن شاء الله تكونوا فهمتوها في نهاية برنامجنا تحية نقدموها لكل من الفريق العام المنموت ومنجدو تقني صوت وجميل فاضل في المونتاج كانت معكم أميلت في تأمين هالحصة إن شاء الله تواكبونا واستنونا إن شاء الله لأسبوع المقبل وتواء أخلك ألوين من الدراث برنامج يُعنى بالتراث يجمع بين الشعر الشعبي والغناء البدوي أعداد وتقديم علي شوشي أخوتي أخواني أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم نحييكم نشد على يديكم تحية إلى المرأة في البيت إلى الرجل في الحقول إلى مستعملي الطريق أينما كنتم في السوق في العمل نحن نحييكم ونشد على يديكم وهذا برنامجكم برنامج ألوان من التراث أخوتي أخواني أعزائي المستمعين نلتقي من جديد نلتقي على حب نلتقي على وفاة ونبدأ بالتحية ثم أذكر زملائي في الأستيوديو زملائي التقنيين معكم جميل فاضل في المونتاج منظر بن جدو كمهند الصوت والأخوة سيهامي شنيني في التنصيق الخارجي وهذا أنا علي شوشان من وراء الميكروفون أحييكم إذن نلتقي بالوفاة ومنشيام العرب ومنشيام البدو ومنشيامنا نحن على في هذه الربوع الوفاة وانطلاقا من هذه الكلمة التي تحمل ألاف المعاني ننطلق على بركة الله وفاء مننا لكل عزيز وفاء مننا لكل من ساهم وطرك بصمته على هذه الأرض نقدم ما يستحق الوفاة الطراث هو شيء جميل وهو يحمل مخزون ويحمل أبعاد كثيرة وهناك الكثير من الأشخاص الذين ساهموا في نحط طراثنا ومن ربوعنا ومن هذه الربوع العزيزة نذكر عزيزا علينا راحل هو الأخ الراحل المرحوم العلم شنيني هذا الرجل الطيب هذا الرجل الكريم كان يعنى بالطراث كان يردد ويغني الطراث كان يغني الهازيج البدوية ويردد الأغاني الطراثية التي تشد المسامع ويطرب لها الكثير وأنا عرفته كصديق طيلة سنوات كان هذا الرجل محب لطراثنا كان حافظ لطراثنا كان من الذين يكاد يقدس الطراث لذلك لمست وفا لهذا الرجل الذي عاشرنا ورحل نطلب له الرحمة والغفران ونذكره من خلال برنامجنا ونقدم له هذه الوصلة ملاحظة هذا التسجيل وقع في أواخر التسعينات بإمكانيات بسيطة ومتواضعة لم تكن لدينا في ذلك الوقت إمكانيات متطورة ولم نكن نحتوي أو نملك آلات تسجيل متطورة ولكن واجب الوفاء يفرض علينا أن نقدم هذا الرجل في هذه المقطوعة القصيرة كوفاء لروحه الطاهرة تحية إلى المرحوم العلم شنيني وأترككم مع هذه الوصلة بصوته بمرافقة القصاب الطاهر شنيني موسيقي موسيقى عركة والانرية عمض وعنوية العركة والوليه عركة والانرية موسيقى 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 اي واسع مترامي الاطراف ضحضاح مشناه يزراج غيمة على رسل شفاك اي الغيوم تراها وكأنها تكاد تلتسق بكثبان الرمال وصف الضحضاح هو وصف يعني دقيق وصعب وفي قصيد اخر للشاهد يقول ضحضاح وبرورته صعب لا ظو لهاب في الليل لا تسمع كلاب تنبح الدل الذهابة كان هوشها دايرة صرابة الصيد لبلاب والضبع شرباك لنياب والذيب طالة بحسابها جنود القطاة دايرة عشاب جنود القطاة دايرة عجلاب والريم قلاب ولد النعام عاش مهاب لا من يحير جلابة يعني يوصف الحيوانات يوصف الوحوش الضارية الموجودة في تلك الصحراء وذلك الضحضاح والضحضاح هو عادة ان الشعراء الشعبيين لما يوصفوا الضحضاح يصفون معه جواد حصان عربي جواد ليش؟ لان الضحضاح لا يمكن اجتيازه الا بالجواد في ذلك العصر ليس هناك امكانيات نقل سريعة او عصرية او متطورة غير الجواد ولذلك الشعر يستعمل في اجتياز الضحضاح عندما يتطرق الى وصف الضحضاح في القصيدة لابد ان يأتي على ذكر الجواد الذي سيجتاز به الضحضاح ومن هنا اعود بكم الى البرغوثي لما يقول في قصيدة الضحضاح الى ان يصل يقول والله لو كوت حماك في نفس القصيدة يعني امنيتي امنيتي يكون عندي جواد الله لو كوت حماك في الجار يسباك غدي سيرتا موش قلاك مطلوق ايده وساكا ولدلك حيلة بتحقاك جابوه سراك بعوه بعان تدراك قبضه ثلاثين ناكا ازرك كما صم لمداك فاللون يغماك مرشترشترشتريش لو جاك دارب دارس فاقع الى ان ينتهي من وصف الجواد ثم يذكر لماذا هذا الجواد يقول عليه نوصل البر دقاك شفت يعني كيف يتمنى انه يجتاز الرحضاح ويصل الى المبتغى عليه نوصل البر دقاك لنخاف عياك الى اخر القصيد يعني الى ان يصل عليه نوصل القدا نوصل القدا كذا اوه مثل ما يقول الشاهد لبيض والمنيا على كوت هداب فاللون يشهاب ولد الرباع بازق غناب فالصرع لجلك نيابا عليه نوصل البر زراب لنخاف خناب لنذل من عبد الاغباب كي تعود مية اصحابه نوصل القدا حب الاحباب يعني يصل قرب الحبيبة وهنا يتم اللقاء لانه الجواد وفر له اجتياز المسافة نوصل قدا حب الاحباب افوح مسك الاجياب غثيثها كما يريش لغرابع صدر طاحت جلابه وانا شخصيا كشاعر لاني انا محدثكم البسيط المتواضع علي شوشين لست منشط او مجرد منشط انتم تعلمون اني يا شاعر في قصيد اخر اقول ضحضا حواء رمشيط يخليه مخي بشتاطة ضحضا حواء رمشيط يخليه زي دشتاطة من الحرطة ويفرفة تنقل اسراب وطواطة يصعب على من تصبط ولا من ينجي مشياطة وحتى الجمل فيه يفحط ميتيق غبطة بحاطة ضحضا خايب ومفحط شي برضيع لقماطة لعبات تكبس وطربط ولا من يمسي برباطة ضحضا أزرق محوط من البعد عامل احواطة والطار في اسمه يزق التحرق وتلضع وطاطة الى اخر القصيد وفي الضحضاح موجود البيداء البيداء موجودة حتى عند المتنبي عند امر القيس عند شعراء العروبة في الشعر الفصيح موجودة يعني البيداء هي الضحضاح هي الصحراء المطرمية الاطراف وهكذا يكون قد اعطيت يعني فكرة ولو كانت يعني بسيطة ليست معامقة لانه لو ندرس اي اغرض من اغرض الشعر الشعبي يكون البحث طويل ومعامق وهكذا اكون قد اعطيتكم لمحة على شعر الضحضاح والان على ذكر الشعر والشعراء اترككم مع الشعر البشير عبد العظيم وقصيدة انشد اكبار النجع اذا مع البشير عبد العظيم انشد اكبار النجع كانت ريدها وابحث تنبي ناسها على ناسها وانشد على كيفاش كان جليدها وكيف كان حافل النجع نابع راسها قبل النقاضي قبل حر صهيدها وين النزالي حافلة بدراسها نهارات يزهل فكر كيف نعيدها وتحكي القريحة بشوقها واحساسها فبيات شاعرها نضم قصيدها بشوق القواطر طيبة تنفاسها على ايام ما زال الحفيد يريدها وعادات يبقى القلب دي ما حاسها رغم الزمن حاكم على تبعيدها ما ينطفي بين العربن براسها ورغم التطور لابسين جديدها ورغم التمدن منمى حتى حباسها ما زال من ينوي على تقليدها وما زال من حافظ على مجياسها ويعشق رحيل النجع ومغاديدها وفوق الجمال جحفت دبيلا عاسها وفصل اللي يالي يقص تمها ميدها وين الوطاع لبسة جديد الباسها وتوب الوطاقة حوانها وعضيدها انما قطع ولد الغزال وداسها وسارح غنم طالب علات مديدها بعد بنوخيما حفز درطاسها وقدامها رتعه متين حديدها وعاب الرقص جنة الفزع في راسها وهوينها والباس هزت فيدها رماها الهوى شوق المسافر ماسها وبالصوت غنت على رحيل نديدها وردت غضبها فلحة طب بباسها وهي راجعة خطمة حضمها عيدها سحري وبحري جاب دين حباسها وكورة العقبة والضراري تريدها الواحد عصاته على حضور عقاصها معقاف باهي من خيارج يريدها وكورة الجدة يعرفوه كباسها وزيد شوف عبدالله نويق سيدها ريم الصحاري ينعرف بالناصها وغنى على طفلة صغيرة يريدها حبيبك دموع الحب دي ما حاسها وعالدين ردت فاطمة ترديدها جداش يا قلب الوجاي عداسها وصوت الرحا حسها بعيد غريدها وزادت وصوت الرحا حسها بعيد غريدها وغنت حليمة مع الرحا بحتاسها وزادت عزوز النجع في تشديدها حكي على مريم حكمكم باصها اتربي اتوصي والنصيحة تزيدها وفي الحج ما تحلفش كان براسها وبوفاطمة فصل الشداية تزيدها براي يحكم شيبها وتر راسها وفي يوم قرر يصفروا لبعيدها يجيبوا عوين النجع واللي خاصها وحضروا الضراري وارتسن غديدها وشدوا الغراير وانوتق كباسها وخطوة يبلهم يعج بكت مديدها وصوت المهاجي في قفام دهاسها وكثرة دعاوة الخير في ترديدها يجعل حجاب السطر يجعل حشاب السطر من حراسها وباتت نزاليهم وباتت نزاليهم ممعيد عيدها وداروا عوايد جد لهم ناصها وبكري ينجوع البدو في تقاليدها نهار السطر ما ينجي في الكسكاسها وبكري نجوع البدو فتقاليدها نهار السفر ما ينجي في الكسكاسها ايام السفر الطول في تمديدها بعد الشهر نصف الشهر بقياسها وباتوا صبحوا لابتين جديدها لأيام وقت سجمت رياسها لا حكروها الدور بتمرميدها لحظة خطر فيهم ترن جراسها ورنة جراس الفتن ورنة جراس الفتن حطت سيدها وفاتت حساب الفكر للي يقاسها دهم عقد ناويهم دهم عقد غازيهم نويت انكيدها ولم الغنايم ظهر من عساسها عفص وفسد ماشتهيت فسيدها ونار البلي شعلت وقد مكباسها وعمجيلها مزات في مهاميدها وكيف عنقرت حزمة حطبعا راسها سمعت بنات النجع زاد غريدها وسمعت عياط الفس دوع انفاسها وسمعت وسمعت واش باش يفيدها منين داك هالعقد المغور داسها لا قات حصرة لا قات حصرة لا ارتدفت نهيدها لا غرغرت بالدمع سودا عاسها وبحكم الخطر جمعت مكايد فيدها وضربت رمطة خماصها فسداسها وقابل جليد الغزي شادد فيدها ردفها على عابر جديد احلاسها وقابل جليد الغزي شادد فيدها ردفها على عابر جديد احلاسها اشتركوا في القناة تقاليد النجع النجع كما ذكرنا في حصص سابقة هو مجموعة عائلات هي تجمع سكني للبدو يسكن بيوت او خيام الشعر ويسمى النجع النجع هو بابله بقطعان غنمه بحله وترحاله في الصيف وفي الخريف وفي الشتاء في مواسم الحرص مواسم الحصاد مواسم جني الاصابة سواء كان الطمور او الحبوب هذا هو النجع يعني بحلوه ومره ولكن لو نلخص النجع في النهاية هو مروض تراثي جميل والنجع او الدوار يسمى في اللغة الفصحة لمن يريدون ان يعتمدوا الشرح الفصيح يسمى الدوار هو مضارب القوم المضارب الدوار هي مجموعة من المتسكنين في تجمع سكني والنجع له العديد من العادات والتقاليد من ضمنها مواسم الحصاد الحرص الاعراس حفلات الختان مواسم الجز او الحبيلة كما يقال في لهجتنا في ربوعنا حبيلة هي موسم ونحن على مشارف الربيع الآن وسنستقبل موسم الجز جز الاغنام ونطلب من الله ان تكون السنة يعني خضراء وربيع وممظهر ويزهو الفلاح باغنامه ونعيش موسم للجز حافل بالاهزيج وباشكال الافراح المتميزة والمتلونة اذا البدو كانوا خليط من العادات والتقاليد والقيم في نفس الوقت هي عادات مربوطة بقيم من ضمنها ان الشيخ هو صاحب الكلمة الفصل والشاب يستحي من الشيخ ولما يقرر القوم مشروع معين يجلس مجموعة من الشيوخ او كبار القوم او كبار الدوار كبار الدوار هم المعاد والمعاد هم مجموعة مجموعة تجلس وتتفق في غرض معين موضوع معين يدرسون ويتتفقون سوى كان موضوع ايجابي لتسوية مشروع معين او لحل مشكنة معينة يسمى هذا المعاد والمعاد هو مجموعة من الكبار يتناولون بالدرس موضوع معين عند البدو لذلك سمي بالمعاد ويبقى السلطة والنفوذ الاخلاق الأدبي لكبار القوم وهم كبار المعاد بينما الشباب في المرتبة الثانية الشباب يحمل المشعل عن الشيوخ والشيخ يستحي عادة خاصة لما يكون الشيخ في احدى المطبات التي تحدث له الحرج ومن هنا جاءت قصة الشيخ الذي عشق فتاة فتأثر كثيرا واستغرب هذا الأمر وقد غزاه الشيب وكما يقول نزار قباني لا تيأسي من رحمة القدري قد أحبك في الخمسين من عمري هذا الشيخ أيضا عشق وهو في سن متأخرة لذلك كتب قصيد يعبر فيه عن خجله من هذا الوضع حبك جاني مع الشيب أي مشكلة كيف الحب يأتي مع الشيب وهذه قصة لا أريد أن أطيل أو أسرد لكم هذه القصة لأترككم معه بالقسم بوغنة ليشرح لكم من خلال هذه الأغنية هذه القصة قصة عشق جاني مع الشيب وبالقسم بوغنة ترجمة نانسي قنقر موسيقى حشقك جاني مع الشيب يا صبري لله وأنا ما درت لقي يا صبري لله حبك جاني مع الشيب يا صبري لله عشنا مع ربي عيب تنكيز الفلا عشكة وشي بحرام جاني في كوبري غرت بي على أيام يا أقل لتصابري عشكة وشي بحرام جاني في كوبري غرت بي على أيام يا أقل لتصابري صدرك باتني لسقاهم صادتني علا هاني زايخي طيقا ما أشيب السلا عبك جاني معاشي يا صبريه لله حشنا مع ربي حيب تنكيز الفلا عشكة وشي بحرام جاني في مرة عشكة وشي بحرام جاني في مرة شعنوا في يا ناري سأمر مرة صابر مدة عاميين خفت من السلا نية فرضتني في مرة يا أصابري لله عبك جاني معاشي يا صبريه لله وانا مادر تلعي يا أصابري لله موسيقى جاني لفني نفتت عشتك وقاري شددتي لي لانكات أعيار تفكاري جاني لثني نفتت عشتك وقاري شددتي لي لانكات أعيار تفكاري صدرك باتني لانهات ما قدرت نقل جاني في الرجلي قياد ما أصبت الحلة عشتك جاني معاشي يا صبريه لله وانا مادر تلعي يا أصابري لله عشتك جاني معاشي يا صبريه لله وانا مادر تلعي يا أصابري لله عشتك جاني معاشي يا صبريه لله وانا مادر تلعي يا صبريه لله موسيقى إذن خواتي إخواني نعود بكم ومع برنامجكم ألوان من الطراث وللتذكير فقط لمن التحق بنا الآن أنتم على موجة راديو منزل بوزيان حسب الترددة والذبذبة 103.5 ميجاهرتس نتناول الطراث من جوانبه المتعددة ومن أبوابه الغزيرة والثارية وهذا المخزون له عديد المفاصل الشعر الشعبي والساحة التونسية عموما الطراث التونسي والساحة الشعبية التونسية أنجبت عديد الشعراء عبر العصور وأنجبت الكثير من التقاط الإبداعية في الأدب الشعبي وحين نتحدث عن التقاط الإبداعية لا نتحدث عن شعراء وجدوا في هذا العصر فقط أنجبت الساحة عديد الشعراء الفحول مثل المبروك الحمدي مثل علي لمين الصماري مثل أبدبي شعراء ربوعنا مثل الشيخ علي بن صالح الزويدي مثل الشيخ عبدالله بعايشي السماري هؤلاء كلهم شعراء فحول والأسماء عديدة واعتذر إن لم آتي على ذكر المجموعة كاملة وهناك الشعراء في جهات أخرى مثل المبروك الحمدي محمد الهادي بوكوبة شاهد لبيض محمد الصغير ساسي شبيل وأحمد البرغوثي أحمد البرغوثي هذا ملقب بعميد الشعراء الشعبيين أحمد البرغوثي وجد في منتصف الأول للقرن العشرين أي في 1934 في ذلك الوقت وكان القوم كان عامة الناس يعانون من الجهل من الأمية كان البرغوثي في ذلك الوقت مثقف وكان موظف في عمالة كبلي في الثلاثينات كان موظف أعرف يعني موظف في فترة الثلاثينات ومثقف ويدرس العلوم والقرآن يعني شيء كبير أحمد البرغوثي قصايده عندها نسج خاص الشكل الفني عنده استعارات غير عادية في الشعر عنده صورة غير عادية وأحمد البرغوثي هو أصيل قرية البرغوثية نسبة إلى البرغوثية لقب أحمد البرغوثي وحتى نعود بكم كوننا أمة واحدة اللقب برغوثي موجود كذلك في فلسطين هذا الدليل على أننا أمة واحدة أحمد البرغوثي من البرغوثية في كبلي وكان يعيش في الثلاثينات في ذلك العصر كتب ودون لعديد الأغراض من أهمها الغزل الضحضاح العكس الوقت البرغ يعني شاعر متكامل وهناك شعراء حتى في خارج لي خارج الوطن متأثرين بأحمد البرغوثي وهم شعراء فحول ويعتبرون أن البرغوثي هو مدرسة مثلا الشعر محمد سعيد القشاط أسمعتها شخصيا لم أقرأها فقط عن هذا الشعر وإنما سمعت رأسا مباشرة مني للقشاط قال لي أن أحمد البرغوثي هو أستاذه في الشعر الشعبي وسعيد القشاط هو شعر من فحول الشعر يعني رهيب جدا وإذا كان أحمد البرغوثي أستاذ لسعيد القشاط فماذا نقول لبقية الشعراء أحمد البرغوثي هو مفخرة للأدب الشعبي التونسي وهو مفخرة لتراثنا الشعبي ولمخزوننا الشفوي المسموع لذلك أترككم مع قصيد لأحمد البرغوثي غرامزول بصوت أحد أقرباء البرغوثي لأن البرغوثي وجد في عصر وتوفي في عصر ليس هناك آلات تسجيل ولم تتحرر تونس من الاستعمار الفرنسي أصلا في ذلك الوقت ولكن أقارب البرغوثي جمعوا شعره وهو موجود الآن ونقدم لكم هذا القصيد بصوت أحد أقارب أحمد البرغوثي قصيد غرامزول من بيه لعقول نفاحة شقى خاطري بعد الهنى والراحة غرامزول من بيه لخلوق نفاحة شقى خاطري بعد الهنى والراحة غرامزول من جهرمي سكن داه عاشر في الكنينة الجمرنة سكن كم ما بين الدفوف عشرا ردك دك دار الباطنة مركحة تلاجيت ما يجيتش حبيب نصرني اللي محذيه نجا جرب ترشح تلاجيت زي الفرخة وحبست حبسان الجمال فالدرخة وشديت في جرة روانا قلرخة تاسع سنية بين البلي وكلرخة الخيط حبها مداش مني يرخة ربط 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 الخيط هسفحة الخيط حبها منبالي في ساع ما غابش علي ولاني صبغ صبغ في جلبي كيمل فلاني خفج خفج خافجني خافي في جناحة نحساب نطري فيه تي اطفالي شعل 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 الزيت هي مصباحة نحساب قلتو نزوزة غرنزوية لما نخدك الميل فنوزة نفد نفد في قلبي كبسة غروزة ردك نرديك الوجه للتفاحة رضخ كبتي رضخان زي اللوزة ومن رضخ عادة ذايبة ذروحة رضخ كبتي رض رضها مضيه مضها مضان لمض مضها ما عس هسها بالخاف يا مرضها رضك هرديك الوجه للتفاحة على بلت عيني وين ما تلحظها صوب سواك بدمع تنضحها على بلت فرق الدمي وغرامها يبس بلاي الفمي تكويت بهواها تكالها أمي تكتفت زي الشاه للذباحة تغنيت غمياء للمريضة المغني تعصرت عصر الثوب قبل الشيحة تعصرت في عصرانا تفولجت تفولجني الهواء ومحانا ترجيت ترجت دلو في رجانا تكتفت زي الشاه للذباحة وما عاد كان الجبر والدفانة ووات علي القول للنواحة ما عاد كان يدفيني ولا الزوال الباغرة يحذيني سكنداه ضرة في الضمير كنيني عشق شق نح القلب من المطرحة لعبتها لعبة عناية حسيني وخلت كلابي في الخلانة الباحة لعبتها بملاعب وجيه لعب هاوار علي صعب متعوب في جرة هواها تاعب علي لعبها ضيق وسع الساحة وجوادها طار علي داعب لا عمتها غاطس ولا طفاحة لا عمتها برياسة ولطينها نجمت فيها ملاسة ولأساسها نفعت عماها سياسة نبنيه يتهدم سهيلة ياحا هذاك حاله اللي يخرج من ناسه يلقى بيوته الجايدين شحاها هذاك حالي هاني في الحال تعرف حالة البرانة يكثر علي الهيث باللجاني يملاح ما تنفع أمام ملاحة اني الحب في وسط البحر الرمالي مع ناس نسي وعشفتي رباحة اني الحب بي اساسي غمي غمي بالشيب بيض راسي جوا محنتي وكثر شدايا دباسي على ملجاني بمحنتة وكلاحة من الصبح من الليل العشية ماسي ايدي على خدك منذر واحد من الصبح للعشوية لنهز النهارة بضيئة نهزين متبهذل وبهذل بيها غزال لي اللي يجيتها قدام اطرحها في القلب زيدني غرامة كية مع الناس نبحك ذلك تنصها في القلب ساكن داها مع الناس نبحك كان منا هوها خافض في جناح الذل من تلاها اكثر منان نزيد اسرباحها نحساب وننسيبها نجاها نفراتها بيوتها الغرار زلباح نحسابها عظني ونحسابها فوق الحساب تاني ونحساب متر قصش خاطي تاني ليهزها بندير لمداحها شوي خاطري نجد طراش قابلني وبالظاهرة شطحة طمع شطحة زي خاطري وجعني عرف عليها غير منا فعني مغروم جاعد غيها وجعني ما زلت ما طبتش على ملوحة وصلت يا ناس من يسمعني وصلوا على من نجم توضح اذا سيدتي انيساتي سادتي نعود بعد ما استمعنا الى قصيد شعر احمد البرغوثي ونواصل معكم في برنامج الوان من التراث نتطرق الاقتراحاتكم ونحن نراعي بعين الاعتبار كل مقترح ورد الينا من مستمعينا ومستمعاتنا الافاضل هناك بعض المستمعات تطلب اغنية لشيب صليح نعيدكم بتمرير هذه الاغنية في فترة لاحق او في حلقة قادمة باذن الله اغنية غريتي بيا يليامنا سنقدم في حصة من الحصص باذن الله هذه الاغنية لشيب صليح هناك من يقترح ان يقدم قصائد هناك من بعث على عنوان شخصي لا على عنوان الاذع الرجاء من الاخوة المستمعين والاخوات المستمعات ان يوجهوا رسائلهم الى مقر اذاعة منزل بوزيان على العنوان التالي جمعية اكون 914 منزل بوزيان اين يوجد مقر الاذع لانه على عنواني شخصي انا وراحب باقتراحاتكم لكن من الافضل ان توجه الى الاذع باعتبار هو الاطار الذي نعمل فيه مقترح وصلني قلت يقول انه يحتوي او له عديد المحاولات في الشعر الشعبي هو موهبة من الواهب انا ارحب بهذا الاخ ولكن اقترح عليه الحضور بمقر الاذع لدينا زميلة مختصة في هذا المجال تقدم في برنامج مواهب سنحل على هذه الزميلة باذن الله ويسجل ويشرح ويفطق مواهبه كما يقال ونحن في نهاية نرحب بجميع المستمعين والمستمعات على راديو منزل بوزيان فهو صوت منزل بوزيان صوت الجميع هناك اخر يقترح قصيدة للشعر نجيب الذيبي نحن قدمنا الشعر نجيب الذيبي في حساس سابقة وسنقدمه وان شاء الله المشوار طويل معكم وسنلبي كل اذواق نعود بكم الى الطراث والطراث كذلك يعاني مأساة في بعض الاحيان وحين نقول مستعمر والاستعمار الاستعمار له انعكاس على كل شيء حتى على الطراث الاستعمار استعمار مهما كانت الحقبة التي يمر بها والعصر الذي جاء فيه الاستعمار في النهاية هو مستعمر واستعمار المطربة بقار حده هي مطربة بدوية وقدمتها في احدى الحصص هناك من يجهل هذه المطربة وهناك من يتصور ان بقار حده هي مطربة جزائرية لا بقار حده هي مطربة تونسية من قبيلة اولاد سيدي عبيت وبقار حده كانت في حقبة الاستعمار الفرنسي تعيش بربوع الدهماني من ولاية الكاف وكانت لها قصة مع الاستعمار بقار حده كانت في يوم من ايام الحصاد كانت في الحصيدة تحصد وتغني وهي صوتها جميل معروف معناه مرت كتيبة من الجيش الفرنسي اعجبوا بصوتها وبما ان الاستعمار ليس له اخلاق ولا قيم هزوها استولوا على المرأة هذه اعتقلوها وكانت الجزائر وتونس مستعمارات اين من مستعمارات فرنسا هزوا الفنانة هذية بقار حده ورحلوها معاهم لمدينة سوق اهراس في الجزائر لذلك تغني بقار حده تقول هزوني لسوق اهراس ولاحوا الاحداد في رجلية وعام السناء راو يفوت وذية عمالي بداية في اغنية فرخ الاحمام يا دلال بش منطولش عليكم ونخليكم معناها تسمعوا معناها القصة اللي ترجمتها بقار حده من خلال الاغن يمتاحها فرخ الاحمام يا دلال وبقار حده ثم نعود موسيقى 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 اوه يا قايا هاتلون غريع يا هاما اوه يا هاي باتش عايا بوتي اوه يا خادلاله اوه يا هاي ب vol revnio اوه يا هاي برو اوه يا ربي اوه يا هاي برو اوه موسيقى 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 إذن سيداتي أنيساتي سادتي نعود بكم إلى برنامجكم ألوان من الطراث وهناك العديد من المستمعين والمستمعات تتعدد أضواقهم هناك من يلومنا أحيانا لا نمرر أغاني المزود أو الزكرة أو أني أركز على القصبة أو الشعر الشعبي هذا هو الطراث يا أعزائي هذا هو الطراث الطراث متعدد الأنواع والفصول والفقرات وأنا سأسعى إلى إرضاء كل المستمعين والمستمعات وحين أتطرق أو أذكر أو أتحدث عن الطراث يجب أن أسعى إلى العدل في تدخلاتي في بحثي في نبشي في مغاور هذا الطراث يجب أن أتكلم عن كل الجوانب حتى لا أنحاز إلى جهة معينة أنا أمرر الطراث كما هو أقدم القسبة وقدم الشعر الشعبي وقدم الصوت والأهزوجة البدوية وحتى أرضي المستمعين اللي طالبوا بالأغاني المصحوبة بالذكرى والطراث وما إلى ذلك سأمرر لهم الآن أغنية للفنان الشعبي المنصف السعيدي وهو من أحرار المثاليث بجهة الشساحل هذه الأغنية أغنية نارك في جاشي وقادة فلنستمع إلى المنصف السعيدي موسيقى 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 فنارك في جيشي وأكاد ياكا حل الثار توظوك العامل زيادة عدي برار نارك في جيشي وأكاد ياكا حل الثار توظوك العامل زيادة عدي في المرارة نارك في جيشي وان كيبه لكا حل انظار نوفوك العابيني سيادة عدي في المرار نوفوك العابيني سيادة عدي في المرار موسيقى نارك في جيشي ميدودة لا خمدت لطفات جبتي من حبك مصهودة يا زين السيبان اروحي بغرامك مجمودة ويا مروح افدان لم تين علي مجحودة نجازي في الإعاد والجيم منادم معدودة ومالي هاش الزبان معفيق الجلمة المكسودة المتليع ينعاد لنهاي بالحضرة للهودة ولنخابش الأخطار ومن تيبي عاشق غنودة يدعم لكتار نارك في جيشي وان كيبه لكا حل انظار نوفوك العابيني سيادة عدي في المرار نوفوك العابيني سيادة عدي في المرار نوفوك العابيني سيادة عدي في المرار نوفوك العباني سيادة عدي في المرار وحب وحر يكوي مش هابك في جازي عالطاف لا يجايلك يا سوده نابك لبك الراي وظاف لا يجايلي بكت الندابة اللي تعلم الاسباب امزرع من بعد ديابة ويا حرق الاحرار ونرى حبك باقي لهاب وعلى عين احيار احيار امزرع في جازي وكذيك يا حرق وين احيار سوفق العاليني زياد العزي في المرار سوفق العاليني زياد العزي في المرار اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة